تتوقف العمليات العسكرية لأشهر وتنتهي فاعليتها ويؤمن الجميع وأولهم المجتمع الدولي بعدم نجاعة الخيار العسكري ويبدأ البحث عن إمكانية عودة الخيار السياسي إلى الواجهة وما إن تبدأ بوادر الدعوات للعودة للمفاوضات حتى تتحرك الجبهات وتعود المواجهات والمعارك إلى واجهة الأحداث حدث ذلك قديما ويحدث الآن مجددا ديناميكية الحرب في اليمن أضحت أمرا محيرا ومعقدا فلهي حرب متواصلة تنجز أهدافها ولا نية حقيقية في البحث عن خيارات السلام لا أسوأ من حالة لا حرب ولا سلم التي تعد أحد تداعيات غياب الرؤية لحل الأزمة في اليمن وتحول معاناة المدنيين إلى مجرد أداة لتحسين شروط التفاوض ثم لا تنجز تسويات عادلة الحديث عن مرارة الحالة في اليمن وتبعاتها الإنسانية المتفاقمة تحيلك إلى البحث عن السبب والكيفية التي جعلت من الحرب المستعرة منذ أربعة أعوام بهذا العقم حربا بلا نتائج الأسباب هنا ليست مجهولة ولا تحتاج إلى بحث معمق فهي ظاهرة في تخبط تحالف السعودية والإمارات المتحكمين الفعليين بملف الحرب ما يقارب الأربعة أعوام على عمليات التحالف كان غياب الرؤية والاستراتيجية عنوانها الأبرز وكانت الشرعية فيها الطرف الأضعف والأكثر بعدا عن فهم مجريات الصراع وفق هذا المنوال مضت أكثر من أربعة أعوام من اللاحسم لتكون المحصلة النهائية إضعافا كبيرا للشرعية وتقوية لموقف الميليشيا المنقلبة وكارثة إنسانية هي الأسوأ في التاريخ